السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا خامس اليوم ان شاء الله رح نبلش بالدرس الثالث اللي هو الفطريات بالدرسين الماضيين اخدنا عن خصائص النباتات وعن خصائص الحيوانات هلا رح نبلش بخصائص الفطريات هلا اذا انا بلشت بخصائص الفطريات رح اشوف انه اول خاصية من خصائص الفطريات انها ايش ثابتة لا تتحرك ومين من الكائنات اللي اخدناهم ثابت لا يتحرك ممتازين النباتات فاذا النباتات ثابتة لا تتحرك طيب ثاني خاصية من الخصائص انها لا تستطيع صنع غذاءها بنفسها ومين من الكائنات اللي اخدناهم بالدرسين الماضيين لا يستطيع صنع غذاءه بنفسه برافو عليكم الحيوانات فإذن تتشابه مع النباتات بأنها ثابتة وبتتشابه مع الحيوانات بأنها لا تستطيع صنع غذاءها بنفسها وبالتالي لا حطوها هي لا حيوانات ولا هي نباتات حطوها لحالها وسموها الفطريات طيب بتختلف عن بعضها البعض بأنها إيش إنه بشكلها يعني مش كل الفطريات إليها نفس الشكل ومش كلياتهم إليها نفس الحجر فمنها الكبير ومنها الصغير جدا والصفة الرابعة اللي موجودة عندنا يمكنها العيش في بيئات مختلفة هلأ أنا ممكن أجب لك بالامتحان أقول لك الفطريات تعيش في بيئة واحدة فقط إيش دك تقول لدي صح لنا خطأ خطأ ليش لأنه الفطريات يمكنها العيش في بيئات مختلفة نحن نأخذ عن تقسيم الفطريات قسم العلماء الفطريات إلى قسمين القسم الأول اللي هي فطريات نافعة يعني مفيدة وعدي فطريات ضارة أول إشي رح نبلش بالفطريات النافعة أول استخدام للفطريات اللي هي إنتاج المضادات الحيوية هلأ إنت لما بتنرض إش بتروح معهم بتجيب لك بتجيب لكم إيش مضاد حيوي صح؟ تخيل إنت لو إنت ما في مضاد حيوي شو اللي بده يصير للناس؟ أغلب الناس أو كتير من الناس رح يموتوا تمام؟ ففي فطر إذا إنتوا سمعتوا عنه أو رح تسمعوا عنه بالمستعمل اسمه فطر البنسيليوم هلأ هذا الفطر البنسيليوم راح وجبوه وأخدوه استخلصوا منه مواد وأنتجوا مضادات حيوية عشان يعالجوا بعض الأمراض ثاني استخدام للفطريات اللي هو غذاء هلأ إنت لما بتعمل مثلا بيزا أو لما بتعملوا مثلا مع كرودة الخضار شو بتروح تحطوا فيها؟ بنحط فيها فطر فإذا الفطر يستخدم كغذاء ولو نشوف إحنا شو الفوائد الجمة أو الكبير اللي لا الفطريات رح نستغرب تمام؟ فإذا يستخدم كغذاء ومثال عليه فطر المشروم وفطر الكماء وهي لهم صورة هون هاي هوا هاد فطر الكماء وهذا فطر المشروم تمام؟ ثالث استخدام إلو هلأ إنت عمرك شفت أهلك وهم يعملوا معجنات لما يعملوا المعجنات يعملوا العجينة شو اللي شي اللي بيحطوا فيها عشان تنفخ؟ ممتازي رح يحطوا إيش؟ خميرة والخميرة هي أحد أنواع الفطر تمام؟ فإذا عندي انتفاخ المخبوزات ليش؟ لأنه الخميرة هي عبارة عن فطر واسمه فطر الخميرة وهي برضو إلو صورة هون هاي ها رح حطوكم عليها دائرة باللون الأحمر هات فطر الخميرة اللي بنحطه للمعجنات عشان ينفخ العجين آخر إيش رح نحكيه من فوائد الفطريات إنها تعمل كمحللات شو يعني محللات؟ يعني تحلل بقايا أجسام الكائنات الحية الميتة أي كائن حي بدو يموت صح؟ الكائنات الحية لما تموت بتضل نفس شكلها؟ لا ما بيضل منها إلا العظام طب شو الإشي اللي خلى اللحم اللي عليه هاي يتحلل المحللات ومن ضمن هاي المحللات اللي هي الفطريات طب أنا شو بستفيد من هاي المحللات لما تحلل؟ إلها فائتين أول إشي تزيد من خصوبة التربة لأن المواد اللي حللتها بترجع على الاتراب وبالتالي الكائنات الجديدة رح تستفيد منها وتاني إشي هاي أول إشي تاني إشي تقلل من تلوث الناتج عن تراقب الجثث إنت تخيل لو إنه الجثث هاي ما بتتحلل تخيل إنت أديش الريحة اللي رح تطلع وبالتالي رح يتلوث الهواء وإحنا رح نمرض تمام؟ عشان هيك المحللات ضرورية جدا وما قلنا كمان مرة بعيد إنه الفطريات هي محللات طيب آخر إشي رح نيكي عن الفطريات الضارة في عندي هون أنا حطالك مثالين على فطريات ضارة لفطر عفني الخبز واللي بيخلي الأخبز يعفن هو نوع من أنواع الفطر وعندي فطر صدق القمح اللي موجود هون تخيل أنت لو القمح يصير عنده اللي هو هذا صدق القمح معناته ما رح يكون فيه إنتاج للقمح وبالتالي ما فيه عندنا غذاء تمام؟ هيك بنكون أنهينا درسنا يا خامس يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر